موسيقى مشاهدين أهلا بكم في فقرة ضيف المساء أكد الجنرال مايكل لانجلي قائد والقيادة الأمريكية في إفريقيا أمس بالرباط في تصريح ليصحف عقب مباحثته مع مسؤولي القوات المسلحة الملكية أكد أن المغرب نموذج في مجال الأمن والتعاون في المنطقة وأوضح الجنرال لانجلي الذي يقوم بزيارة عمل للمملكة أن التزام المغرب بالاستقرار الإقليمي نموذجي وأن رياضته في تعزيز التعاون في المجال الأمني لا مثيل لها مبرزاً الشركة المتينة في المجال العسكري بين الولايات المتحدة والمغرب والتي تشهد على القيم المشتركة والتزام كلا البلدين بسلام والإزدهار هذا وتناولت المباحثات التي جرت بين المفاتش العام لقوات المسلحة الملكية وقائد القيادة الأمريكية في إفريقيا مختلف جوانبية تعاون العسكري الثنائي وكذا الوضع الأمني الإقليبي المتفقم جراء توطئ الجماعات الإرهابية مع الجماعات الانفصالية وشبكات التي تنشط في الهجرة غير النظامية والاتجاري بالمشار متابعة لهذا الموضوع يسعدنا نصدف في الأستوديو الأستاذ محمد بودن رئيس مركز أطلس لتحليل المؤشرات السياسية والمؤسساتية أستاذ مساء الخير أهلا بك مساء الخير سيدتي بداية أستاذ كيف تعلقون على ما جاء في تصريح الجنرال مايكل لانجلي في الواقع تصريحات الجنرال مايكل لانجلي قائد القيادة الأمريكية في إفريقيا أفريكوم تمثل في الحقيقة نقطة دافعة لمجمل علاقات التعاون بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية خاصة أن المحور الدفاعي والمحور الأمني هو محور أساسي في هذا التعاون الموصوف بكل معاني الشراكة الأستراتيجية خاصة أن هناك العديد من الجوانب التي تعكس توافقا بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن مجمل قضايا السلم والأمن في المنطقة وأيضا بشأن مختلف يعني البرامج التي يتم مشاركتها بين الجانبين سواء فيما يتعلق بالمنورات العسكرية وأنه يمكن أن نستحضر منورات الأسد الإفريقي أو فيما يتعلق بالتكوين والتدريب العسكري أو فيما يتعلق بالأساس الذي تضعه خارطة طريق للتعاون الدفاعي 2020-2030 بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية فبالفعل بفضل المملكة المغربية في المنطقة هناك دعم متزايد لمختلف مشاريع يعني تقوم على معادلة ثلاثية وهي التنمية والسلم والاستقرار وبالتالي يمكن القول بينها شهادة قائد أفريكوم يمكن وصفها بشهادة تعكس في الحقيقة الدور المغربي الفاعل والإيجابي في المنطقة في دل وجود تحديات وتهديدات متشابكة نعرف بأنه المغرب ليس بعيد عن منطق مناطق عديدة تشهد تحديات إرهابية تدفقات في المهاجرين اتجار في البشر قرصنة وغيرها والولايات المتحدة الأمريكية مهتمة كثيرا بالأمن في الساحل وفي الأطلسي شأنها شأن الملكة المغربية طيب أستاذ ما هي دلالات هذا الحرص من الجانب الأمريكي على تأكيد على أن المغرب نموذج ساطع في المنطقة بأكملها في مجال الأمن وفي مجال التعاون هذا يعكس بطبيعة الحال مدى الالتزام المغربي فهناك الالتزام دائم والولايات المتحدة الأمريكية وقفت على هذا الالتزام من طرف المملكة المغربية بخدمة مختلف قضايا السلم والأمن في المنطقة وتحييد المخاطر وأيضا العمل وفق رؤية استباقية ووفق مرتكزات تتعلق بمعالجة الأسباب التي قد تؤدي إلى بعض المخاطر واحتدان المغرب لمناورات الأسد الإفريقي التي تعد أكبر المناورات التي تقام في القر على المستوى البر والبحري والجوي يعني هناك شمولية في هذه المناورة فهذا يعكس بطبيعة الحال أن سمعة القوات المسلحة الملكية المغربية هي سمعة عالمية وتحضى بتقدير من مختلف أو من أرقى المؤسسات النظيرة في العالم وطبعا شهادة التي قدمتها الولايات المتحدة الأمريكية عبر قائد قيادة أفريقون هناك شهادة أخرى أثناء تنظيم منورة الأسد الإفريقي يعني أكدت على الدربة وعلى التمرز وعلى الاستفادة من التقانة والتكنولوجية خاصة في الوجود تحديات سيبرانية ورقمية يعني يحتاجها طبعا العمل الدفاعي من أجل التصدي لمختلف التهديدات الناشئة هناك تهديدات اليوم ناشئة تستهدف سيادة البلدان وبالتالي فتصور بين شهادة قائد قيادة الأمريكية في إفريقيا وتأكيده على أن المغرب نموذج فاعل هو يعني يمكن اعتباره ترجمة للنسق التعاون بين البلدين ومن جهة أخرى هي يعني تقدير مستحق بالنسبة للدور المغربي الذي يعني ينعكس بشكل ميداني وينعكس من خلال دعم يعني العديد من الدول الإفريقية فيما يتعلق بأيضا تعقبها لمختلف التهديدات وأيضا معالجتها لمختلف المخاطر أستاذ هل يمكننا القول أن هذه الشراكة العسكرية بين الولايات المتحدة الأمريكية والمغرب أضحت استراتيجية بكل المقاييس والمواصفات الأمر الذي تجسدها الآن هذه الزيارات الرفيعة المستوى من المسؤولين العسكريين الأمريكيين بالفعل هناك كثافة في التبادلات بين المسؤولين على المستوى العسكري بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية وبالفعل يعني هذا يمثل نعكاس آخر لشمولية واستراتيجية العلاقات بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية هناك محاور عديدة يمكن الحديث عنها لكن على المستوى الدفاعي يمكن القول بأن هناك شراكة متينة بعيدة المدى وهي نقطة حاسمة في هذا التعاون بالإضافة إلى هذا هناك حوار دائم فيما يتعلق بمختلف تطورات على المستوى الدفاعي وأيضا تحليل الضرفية في كل المناطق التي تحظى باهتمام البلدين بالإضافة إلى هذا لا شك بأن هناك اهتمام يتجاوز بطبيعة الحال العلاقات الثنائية إلى مستوى أبعد وهو الاهتمام بالأمن في الأطلسي خاصة أن البلدين يشتركان هذا الفضاء الكبير بالإضافة إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية لها رؤية استراتيجية بخصوص الأمن في الساحل والأمن في المتوسط وبالتالي فأتصور بأن البعد الأمني هو بعد رئيسي أيضا ينسجم مع مواقف الولايات المتحدة الأمريكية وقعناعاتها الجوهرية بخصوص عديد القضايا في المنطقة بالإضافة إلى أن هذا التعاون أيضا يعكس تطابقا في وجهات النظر بحيث أن المغرب والولايات المتحدة الأمريكية يخططان معا ويبنيان معا ويطمحان للاستفادة من مناخ إيجابي وفيه جو من السلم معا وبالتالي فهذا توجه إيجابي ليس توجها بطبيعة الحال من أجل فرض ترتيبات أمنية في المنطقة بالعكس هو رؤية تقوم على معادلة ثلاثية كما ذكرنا التنمية والسلام والاستقرار أستاذ الجنرال لانجلي أوضح في تصريحته أن التزام المغرب بالاستقرار الإقليمي نموذجي أن رياضته في تعزيز التعاون في المجال الأمني لا مثيلة لها كيف يشكل المغرب نموذجا يحتدى به في هذا المستوى أو على هذا المستوى عفوا طبعا المغرب يدعم كل المبادرات الملموسة التي تهدف إلى الحد من المخاطر مثلا الحد من تدفقات الهجرة وأيضا التصدي وتعاقب الحركات الإرهابية والمتطرفة ثم كذلك على المستوى الأمني المغرب فعلا فاعل نموذجي وقد ترأس إلى جانب دول غربية المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب وكذلك احتضنا مختلف النقاشات التي تخص مواضيع الهجرة ومكافحة الإرهاب في العديد من المحطات ثم أيضا البعد الأمني ليس هو البعد الحاسم فقط كما يتعلق بدعم المغرب لقضايا السلم هناك أبعاد أخرى يعني اجتماعية واقتصادية وقانونية وحقوقية وبالتالي المغرب يشتغل وفقها استراتيجية ولهذا فالأجندة الإصلاحية للمغرب في المنطقة هي من بين محاورها الأساسية محور الأمن محور الأمن محور أساسي لأنه بدون وجود تدابير أمنية لا يمكن خلق فرص للتكامل خلق فرص للاندماج وبالتالي فمن مصلحة البلدين ومن مصلحة المغرب بحكم وجوده في المنطقة أن يكون مبادرا دائما ويأخذ زمام المبادرة لدعم مختلف المبادرات الأمنية التي تهدف إلى القضاء على المخاطر وترقبها وتوقعها واستشعارها ولكن في نفس الآن يعني بناء آليات وحاضنات لعدم انتشار التطرف وعدم تغلغ الأفكار أو النزعات الانفصالية والإرهابية فالمغرب اليوم ينبه فعلا لما يقع في مخيمة تندوف بحيث أنه في الضل عدم وجود القانون وعدم وجود سيادة القانون في مخيمة تندوف الوضع يفتح الباب على مصراعيه لتحالف موضوعي بين الجماعات الإرهابية والجماعات الانفصالية مستغلة في ذلك الضعف على المستوى البنيات وأيضا عدم الكرامة لدى الساكنة وبالتالي فالمغرب فعلا لديه رؤية متطابقة مع المؤسسات ذات الصلاة في الولايات المتحدة الأمريكية ولهذا تابعنا مؤخرا التنبيهات التي وردت بخصوص خطورة الدهاب لمخيمات تندوف بحكم إمكانية حصول اختطافات أو أعمال إرهابية توجهها الأجانب لأن هناك ارتفاع لمشاعر معادات الأجانب نظرا لأن بلدانهم تتخذ مثل هذه المواقف الإيجابية تجاه المملكة المغربية نعم إذن الأستاذ محمد بودن رئيس مركز أطلس لتحليل المؤشرات السياسية والمؤسساتية نشكرك على كل هذه المواطيات والتوضيحات ونلقاك في فرصة قادمة إن شاء الله لن ختم هذه الفقرة نشاهدين تحية لكم وإلى اللقاء اشتركوا في القناة